السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هاكسون ادوات الاعمار في غزة. احداث تغيير حقيقي في غزة. نتمنى من جميع الخبراء سواء افراد او شركات ان هم يشاركوا معنا ان شاء الله. وبرضو متاح المشاركة لطلبة الجامعات وهكذا. فالهاكسون هكون بضرة حقوية تهدف لجمع المهتمين في مختلف تخصصات للعمل على تطوير حلول وادوات متقرة للاسهم في اعمار وتجديد البنية التحتية وتحسين الظروف المعيشية والمجتمعية في قطاع غزة. بحس ان يحصل تعافي وتجديد ان شاء الله لاخوانا واهلنا في غزة. ويبقى فيك خطط مستقبلية تتعلق بتوفير الاسكان اللي اقب اهلنا في غزة ان شاء الله. تقدر تدخل هنا وتعمل تسجيل في الهاكسون. بحس انها يبقى فيه حوار شامل. يبقى فيه محاضرات. يبقى فيه تحفيز التعاون بين الخبراء. فيه تطوير للادوات والحلول الجديدة وتقديم حلول عملية. من اللي يقدر ان هو يشارك في الهاكسون. العاملين في المجال التنمية والانساني. الشباب والطلاب الجامعات المتحمسين المشاركة والمساهمة في المبادرات الانسانية. المبتكرون ورواد الاعمال. التخصصات المطلوبة في الهاكسون مهندسين ومعماريين. خبراء يقدمون حلول وادوات مبتقرة لعادة البناء بترقى مستدامة وامنة. متخصصون في تكنولوجيا البناء. خبراء في البناء الزكي وتكنولوجيا المعلومات المتطبقة في الانشاءات لتحسين كفاءة البناء والتشييد. ومهندسين اي مواد زي فسفور او 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 تؤثر على الزكان في الاماكن ديت. خبراء في معالجة المياه. احنا طبعا عندنا في مياه جوفية وفي مياه البحر. ازاي ان احنا نقدر نوفر مياه صالحة للشرب بطريقة لا مركزية بحيث الطريقة مركزية ممكن تتدرب. انما لو معاملين التوفير للمياه لكل قرية كل اللي بقى فيه محطة بسيطة محطة صغيرة. ده احسن من محطة واحدة الجيلة. المصامبين في تصميم الداخلي والعمراني اللي جاءت حلول مبتقرة للإيواء السريع. مهندسون في مجال الطاقة. خبراء في توليد الطاقة الكهربائية. خصوصا استخدام تكنولوجيا مستدامة ومتجددة. فعندنا وقع ركام. اه توليد الطاقة الكهربائية. وقع المياه. الايواء السريع. عادة البناء بطرق مستدامة وامنة. التحديات البيئية. زي تلوث مياه البحر. المياه الجوفية. التعامل مع المواد الكاموية. تخلص من الصرف الصحي. تراكم النفايات. زي ان احنا نعليجها. عادة تدويرها. هل الافضل. ان احنا نرمي الركام في البحر بحيث نوسع مساحة بغزة. ولا ان احنا نستخدمه في البناء باكتر من وسيلة. زي كاس الرامل. هي اسمها كاس الرامل. لكن انت ممكن تحط فيها ركام. او ان احنا نعلي بها سطح غزة كلها بحيث ان احنا نتجنب الارتفاع مستوى المياه وان هو يغرق المدن. وشريك استراتيجي اللي هي العربية الدولية اللي عمار في فلسطين. شريط المشاركين في هاكسون. اللي عمار تزيد عن عشرين. وكونوا قادرين على التعبير عن افكارهم بوضوح. في يوم واحد تمانية لو كان مبارح هتلاك استمار التسجيل اطلقت. التسجيل الموجود لحد يوم خمستاشر. وبعد كده هيفضل لحد يوم تسعتاشر تقييم طلبات المسجلين. وبعد كده من عشرين اتنين وعشرين فيه مقابلة المرشحين. وبعد كده ارسال الدعوات للمقبولين تاتة عشرين اربعة عشرين فيه جلسة افتتاحية. والناس هتشرح بشكل مفصل اعادة العمار. ورش عامل الهاكسون. ان شاء الله البحث حاول اللي يحضرها باسم الله. تطوير الحلول مع الخبراء الجلسة الختمية وعرض الحلول. اهم سؤال طبعا المشاركة مجانية. ما فيش اي مصاريف خالص. الهاكسون اربعة عشرين وخمسة وعشرين. اب اغسطس. كيف ممكنك تسجيل الاستمارة موجودة هتقدر تسجل على طول. الافكار يحصل فيها ايه? هتبدأ انها تتنفذ واتطرح للا اكتر من جهة. بحيس ان هما يقدروا اي جهة حاجزة تتبنى الموضوع ده هتقدر انها تتبنى الموضوع. تمام? ودي المواقع. وهسيب لكم الرابط اسفل الفيديو بحيس ان انت كلكم تقدروا تشتركوا وربنا يجعلوا في مزانة حسناك ان شاء الله. ويعني يا ريت نخلص النية لان دي من الاعمال يعني لو خلصت فيها النية ان انت باعمار الارض واصلاح الارض ومع زهرة ان لربنا احنا مش عارفين من الحاجة ان شاء الله يعني ربنا يكبر تكثرانا.